هذا مشكل مشكل بنيوي راه كل موسم دراسي كدارها الضايرة دي الاكتداد التلاميات في الفوصل الدراسية وحنا راه دابا ووصل لعدد سبعة وربعين ستا وربعين وهذا القضية دي الاكتداد دروس اكتداد التلاميات في الفوصل الدراسية راكي يلغي المجهود اللي كي يبدله ونساء ورجال تعليم لا يعقل ان يدرس الاستاذ او الاستاذة في قسم اللي هو كي تجاوز عدد دي الاوربعين او على مشارف الخمسين وهذا الاكتداد راكي عيق العملية التربوية وكي عيق كدلك تحصيل الدراسية وامكانية استيعاب تلاميذ المضامين الدرس والاكتداد كدلك راكي عيق الصعوبة المشاركة انت عندك سبعة وربعين في قسم صعيب باش تباش انخرط كل شي في انجاز فقرة دي الدرس خلال الحصة الصفية وصعيب عاو تاني على الاستاذ امام اكتداد الفوصل الدراسية صعيب عليه باش يستخدم العدد دي داكتيكية داتا شاو او غيرو من الحويش كي بقى كي بقى وسمة عار ونقطة سوداء في المنظومة دي نحن ارى لا يعقل نتكلمه على المخراجات زوينة ونتكلمه على التحصيل مزيان ونتكلمه على استعداد مزيان فضيل قسم كي تجاوز فيه عدد ثلانية اربعين لا بد من ايجاد الحلول والحلول وبين مشاكل اللي اللي كتخليها داكتيات هو هو للك الانتقال دي التلامد من الخصوصي ديك الهجرة اللي ينسمينا الهجرة اه الاباء ما كين يتمكنوش باش يواصلوا العمل دي التلامد ديالهم يبقى يواصل عمل او سير دراسي في في البريفيكي دي العمومي هذا اللولا التانية انه كين بعض مؤسسات اللي اللي اه عرفات واحد ارتفاع في عدد ديال المباني السكنية اه كتلقى مباني السكنية اضافت هذا واحد تاناوية واللي عنده شولية مرة كي كي ديال اقرب من دراسة هذا هو اللي كي ادي تاولت ام توسع المدينة او توسع العمران انضيفوا لها ظاهرة الهجرة هدي كلها مبينة الاسباب الرئيسية اللي كتساهم فاضي الاقتضاء ونتمنوا على المسؤولين ديال تدبير شأن محلي ديال اي مدينة يفكروا فلا ما عدناش دراسة مستقبلية ما عدناش رؤى مستقبلية انت كتعرف واحد الحي تزادوا فيه مباني سكنية اه مخش بقى فيه اعدادية او مدراسة يجيب تفكير دايما تكون لك ندراه مستقبلية ومع الاسف هاتشي كان فتاقروا احنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة